اشتركوا في القناة تونس اولا واخيرا نحن نمر بمنعرج خطير لصناعة تاريخ تاريخ تونس وتاريخ المنطقة انا اقول ان الديمقراطية اليوم امامها اغواءات استبدادية علينا ان نقف بالمرصاد لهذه الاغواءات الديمقراطية اليوم تبنى من خمس سلطات وليس من ثلاث فقط السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والسلطة الصحافة والسلطة المجتمع المدني السلطة الخامسة الجديدة انا اقول للشعب التونسي اليوم حذاري ان تقولوا الرئيس بلا صلاحيات الرئيس سيكون بلا صلاحيات اذا كان رجلا بلا مواصفات اذا كان رجلا غير مناسب ووضع في هذا المكان قرطاج يبقى لها دائما دور كبير وهو دور المحرك الكبير في تونس والرئاسة نحن نعرف وسنعرف ايضا في المستقبل ان هي المحرك الكبير للتغيير في هذه البلاد هو القوة الموجهة هو القوة المعدلة هو القوة الحصينة والمحصنة هو القوة الحكيمة قرطاج ستكون حاكما وحكما في نفس الوقت لهذا المصار الديمقراطي لبناء تنمية عادلة شاملة استراتيجية لوضع تونس على سكة القرن الواحد والعشرين لكي يصبح هناك مواطن تونسي معتز ببلده وبوطنه وبلغته وبدينه وهو محترم مكرم في العالم تونس هي منطقة اشعاع اليوم علينا ان ننسى ذلك علينا لا ننحدر بالمستوى الرفيع الذي وصلناه هذه تضحيات شعب تضحيات كبيرة تضحيات عمرها مئة وستين عام منهم ثمانين عام استعمار مباشر لا بد ان نعرف ان تونس عليها ان تسير في الطريق الصحيح بفضل ابنائها بفضل الشباب وهم الطاقة الكبرى لكل تغيير وبفضل المرأة اللي هي الشريك الكبير وهوية من نصف المجتمع بل هي المجتمع لأساس وبفضل ايضا طاقاته وثرواته الرئاسة ستكون بالمرصاد ستكون في الوقت المناسب ستعبر بكم ستوجه ستعبر بكم الى قرن جديد ستوجه وستكون فوق كل الاحزاب ان تونس تحتاج الى رجل شجاع رجل مستقل رجل فوق الاحزاب لكي تبقى هي فوق كل الخزعبلات الحزبية والتحزبية وشكرا اشتركوا في القناة